تسمع الصوت وكأنه في علش أنا ما أدري كيف أقدر أوصل لك هذا الوصف يعني الصوت بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن جديد معكم أخوكم علي الزاير في هذا المقطع راح أتكلم عن طريقة استخدام الأوتو تيون برو بشكل مباشر عندك في العمل أبعا أنا راح أتمد على طبقة الميجر علشان هي أكثر الطبقات اللي تستخدم الموضوع هذا أنت بس تستوعب وتفهم الفكرة راح أتطبق على بقية السلالم مع أني أعتقد أنه ناظرا ممكن الواحد يستخدم غير الميجر في الأوتو تيون نعم ممكن أنك تستخدم تشريق وهذا أنا شرحت في مقاطع سابقة لذلك ما أبغى أكرر موضوع أنا ذكرته في القناة مموما خلينا نبدأ نشوف هذا الصوت كيف نقدر نتعامل معه أول شي قبل ما تستخدم الأوتو تيون لازم تعرف الشغلة في الأوتو تيون وهي حقيقة اللي تنسي هذي ما تعطي تأخير كبير ولكن لو أنت عندك أكثر من بلغين على نفس التراك هذا فالتأخير بيتراكم عليك فضروري أنك أنت تعرفها لأنه ممكن أنك تحتاج تخليها خلينا أوريك هذي كم مقدارها وكيف تتعامل معها لما تيجي إلى هنا الميكسر بتلاحظ هذا الرقم 55 ملي سكن لاحظ الآن لما أختارها شوف الرقم صار تقريبا صفر ولا شي لو أنت بتستخدم الأوتو تيون لحالة وقت التسجيل فحتى الـ 55 هذيك مو مشكلة فيها لكن يفضل أنك أنت تستخدمها لو بتستخدم الأوتو تيون مثلا على كورال على آخات فتبغى تستخدمها بشكل كبير على كل تراك مثلا عندك 16 تراك كورال فاستخدام اللو لاتنسي في هذه المسألة اللي غارت فقط تعديل مثلا نوتات الكورال بدون ما تجهد الجهاز فاستخدام اللو لاتنسي ممتاز وبرضو فكرة لازم تعرفها عن اللو لاتنسي كيف تعمل معاه في مسألة التسجيل أنه أنت عندك هنا في الـ Control Room الـ Delay Compensation هذي اللي بها راح يطفي عليك هذا الـ Autotune لو استخدمت الـ Constrain هذي Delay Compensation لأنه سبق وشرحت عنها أنك أنت وقت التسجيل في بعض البلاجينزات ما تبغاها تكون شغالة لأنها السبب تأخير ولأنها مو ضرورية وقت التسجيل لكن الـ Autotune أنت ممكن تعتبره ضروري وقت التسجيل تبغاه شغال فلما ما تعرف تتعامل مع الـ Delay Compensation أنت تبغى تطفي الباقي لكن ما تبغى تطفي الـ Autotune فعندك هنا تعرف الحدود الحدود عشرين خلينا أوريك وشو الفكرة بالمراهن إحنا لو قلنا هذا مش Low Latency لو فعلنا هذه وقلنا للـ UnRecord لاحظ طفا ليش؟ لأن القياس هذا عشرين لكن لو خلينا 56 لاحظ اشتغل ففي الحالة هذه أنت لازم تعرف إذا تبغا تستخدم الـ Autotune بدون Low Latency وتبغا تستخدم من الـ Constraint Delay Compensation لازم تعرف كيف تتعامل معها وكمل قياس اللي تضع يعني هو 55 انت حطيته أعلى فأي شيء أعلى من الـ 55 راح ينطفي يعني غالبا البلاقينزات الثقيلة هي أعلى عموماً هذي كيف تتعامل مع الـ Delay Compensation أو Low Latency بالنسبة للـ Autotune خلينا نسمع الجملة اللي عندنا ونشوف كيف نتعمل مع الـ Autotune محمد يا رسول الله وخير خلق الله يا محمد يا محمد يا محمد أول شغلة تسويها المفضل أنك تعرف أنت هذا السلم وأنا موجاي هنا أقول لك كيف تكتشف هذا السلم هذا السلم مايجور أنا قلت لكم من البداية وبالضبط هو C مايجور فتيجي إلى Low Latency وتختار الألتو على حسب هذا الصوت لو كان السبرانو يعني صوت الجواب وجواب الجواب فتروح إلى السبرانو هنا ولو كان قرار فتجي إلى هذه هذا أول خيار ضروري لا تتعرفه هنا إحنا بنتكلم الآن أول شي عن الميجور ما نبغى نعقد الأمور اللي إنا في هذه الخيارات هل نسمع الآن الخيارات اللي موجودة هذه وش وشغلها محمد يا رسول الله وخير خلق الله يا محمد يا محمد يا محمد نوعاً ما الخيارات هذه آمن استخدامها في لوتة تيون لكن لو أنت تبغى تفهمها أكثر فهذا الشيء اللي أنا أبغى أوضحه لك كيف تتعامل مع الرتن والسبيت حالي أنا أوضح لك هذه قضية الآن لو خليت هذا صفر وخليت هذا فل اللي هي ومنالس هذه خليها ما نبغى حالياً محمد يا رسول الله واضح أن الموضوع الآن ملاحظ الآن لما خلي هذا محمد يا رسول الله ما في شيء فأول نقطة أنت تقدر تستفيد منها هو أنك عادي تخلي هذا فل وتبدأ تتحكم في هذا وتقلل منه لغاية ما تسمع الصوت يعني تحاول إذا أنت ما تبغى الأوتوتون واضح محمد يا رسول الله وخير خلق الله يا محمد يا محمد محمد يا رسول الله طفي محمد يا رسول الله فتلاحظ أنه سوى لك تعديل لكن أنت تتحكم في وضوح هذا التعديل إشلون من خلال هذه الطريقة خليت الريترن سبيد عالي واجد وخليت الفلكس هو اللي أتحكم فيه نعكز الموضوع ونشوف كيف الطريقة يعني خلي هذا بالطريقة هذه ونروح إلى قبل شوية القياسات اللي فناها يعني أنا أقول خمستعش كذا أنا أسمع الآن بكون لأتحكم واضح هنا محمد يا رسول الله وخير خلق الله محمد محمد يا رسول الله محمد يا رسول الله محمد يا رسول الله أنا ليش جيت في هذا المقطع أبغى أشرح لك هذه النقطة؟ لأنه في قضية شائعة أنا حقيقة أسمحها في كثير من الأصوات اللي تستخدم فيها الأوتوتون وتكون مسألة واضحة تسمع الصوت وكأنه فيه علش أنا ما أدري كيف أقدر أوصل لك هذا الوصف يعني الصوت بدأ يصير فيه علش فمسألة أنك أنت توزن بين الرتين السبيد والفليكس أنا ما أبغى أروح لك بشكل تقني بزيادة لا أنا أبغى أجيلك للموضوع بشكل تطبيقي أنت كيف هذا تتعامل معاهم ديلة اثنينهم علشان توصل إلى نسبة ممتازة تخليك تصلح النوتات وبرضو ما يصير فيه هذه المشاكل طبعا لو حصل أن شعرت بالأوتوتون شوية فيه مشاكل فالنوب اللي المفروضة شغلته أن يرجع الصوت برضو إلى حال أفضل يعني أنت تتعامل مع هذا النوب وهذا النوب بالطريقة اللي وريتك إياها قبل شوية إما تزيد من هذا وتقلل من هذا أو تزيد من هذا وتقلل من هذا وبعدين تشوف النسبة اللي تبغاها إذا خلص منهم وقتنعت فيهم بعدين تروح للهيوم الناس وتزر فحها هل نشوف الهيوم الناس محمدون يا رسول الله نسمع مرة ثانية محمدون يا رسول الله بدونه محمدون يا رسول الله نرجع يعني هذه الشغلات جدا دقيقة ويبغى لك تكون دقيق في استماعك إليها علشان تحديد المشكلة والنسبة اللي تبغاها الآن خلينا نستخدم الأدفانس وهذه ربما تحتاج لها في مسألة انت لو عندك مثلا تطعيمات في اللحن فتحتاج انك تفتح الأدفانس في الحال هذي بنقول لي كروماتيك يعني لاحظ عندنا جميع السلم كامل بكل نوتاته فأول شغلة بتسويها طبعا كنت بتعمله ست ماجر وإذا كنت أنت إلى نفس هذا السلم تبغاه ماينر فهو الأي ماينر يعني لما تقول له هذي أه وتختار ست ماجر فنفس الموضوع عموما بالغالب الناس تستخدم السي ماجر ست ماجر فأنت الآن عندك نفس اللي من الشوية سوينا ولكن بخيارات أكثر لو كان عندك مثلا اللحن في تطعيم انه دخل من كرد يعني هذا المقام كرد اللي شغال عليه إلى الحجاز فالحجاز بيكون في الحال هذي هذه النوتة فأنت بتكون عندك مجال انه تفتحها بالشكل هذا يعني هذا هو الغرض منه أنا حاليا فتحت هذا علشان بغاوريك شغلة جدا مهمة ولازم تعرفها في استخدام الوتوتيوم أنت الآن على طبقة السي وهذه الكروماتيك زي ما قلنا ونسمع نفس الشي ما رح يتغير نفس الخصاص اللي من شوي هذي محمد يا رسول الله وخير خلق الله يا محمد يا محمد يا محمد يعني لاب بنقول ان هذه الخصاص اللي سويناها خصاص ستاندر جميل أقدر أمشي عليه طيب يا برضاء لو أنا غيرت الطبقة هل أروح للسلم وأغير وأبدل لا في الحال هذي أنا بأقول لك واش تسوي لأننا عندي الآن مثال على طبقة مختلفة وهذا هو أن نسمعه طبي لأنه بيكون مختلف محمد يا رسول الله وخير خلق الله يا محمد يا محمد يا محمد واضح أن الطبقة هذي أقل فاللي بتسويه فقط تروح تعرف الطبقة هذي والشي يعني أنا أعرف هذي الطبقة واللي هي طبقة الأي الأي ماجر يعني زي ما قلت لكم أنا أفترض أنك أنت تعرف للطبقات فمباشرة لا تغير في السلم ولا تسوي ولا أي حاجة روح غير في الكي يعني هذا الكي أقول له وبعدين هنا بيسوي كل شي انت سوغاه عشان يتناسب مع طبقة الأي يعني لاحظ ما غيرنا ولا حاجة ولا سونا الحاجة حتى لو أنت مثلا فتحت التطعيمة اللي كانت حجاز هلنا نرجع نوريك السي لو أنت مثلا فتحت هذي لاحظ هذي له ما رح يتغير مكانهم أبدا يعني هذي الجي وش بتصير الجي فلات أو شار لاحظ الآن لما قلنا له إيه صارت اف هنا فسا مكانها ما تغير فهذا اللي أقصده خلينا نسمع الآن بعد ما عدلنا الطبقة ثم بعدنا إحنا ما عدنا الحجاز خلينا نطف فيها نقول له إيه محمد يا رسول الله وخير خلق الله يا محمد يا محمد يا محمد فمثل ما لاحظنا يا شباب الطريقة مباشرة لكن أنت لازم تعرف بالضبط وش تبغى من الأوتوتيون نعم في تفاصيل كثيرة في الأوتوتيون وممكن الواحد يتعمق فيها لكن أنا طول سنوات استخدامي للأوتوتيون أشوف نفسي أستخدم أشياء دائما في كل الأعمال ما أقول لك نادرا إنما غالباً هذا الشيء اللي وريتك إياه اللي خليني أستخدم الأوتوتيون السلم كيف تختاره وكيف تضبط البفر أو استخدام الأوتوتيون لأن أنا بعض الأحيان أستخدم كثير في الكورا والآهات خصوصاً ما يكون أحادي التسجيل برضو كيف تضبط السلم ولو أنت مثلاً غيرت الطبقة كيف تروح للطبقة فهذه الشغلات الأساسية اللي أنت بتتعامل مع الأوتوتيون فيها وأنا حبيت من هذا المقطع أن أوضح لك أنا كيف أستخدم الأوتوتيون بتقول يا بريطة كيف في التشريق هي نفس الفكرة وأنا سبق وشرحت موضوع التشريق في برضو هذا الأوتوتيون والأوتوتيون القديم السابق لكن خلاص إحنا وصلنا إلى نسخ حديثة لو أدري يعني في نسخة أحدث من هذا الأوتوتيون أنا ما زلت أستخدم هذا الأوتوتيون لأنه هو الأوتوتيون اللي يعطيني امتيازات التشريق لو حبيت أني أستخدمها عموماً هذا كل شيء من نسبة المقطع اليوم تحياتي اليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته